ازاي بكم يا جماعة عاملين ايه؟ بالنسبة لاحداث اوكرانيا وتأثيرها على صناعة السيارات حابب بس اقول لكم ان انا قدرت ازاود الكواد التخفيض بتاعتي مع نون زي ما كان عندنا ام كار ونون 20 ونون 21 ونون 22 بقى فيه كود اضافي ماجد 10 وماجد 50 عشان يبقوا سهلين ان انتو تفتكروهم فواضحة جدا من اول زيادة سعر برميل البترول اللي احنا شفناها قفز عدل 100 دولار كانت حاجة متوقعة طبعا والسلع اللي بيسموها السلع الرئيسية طبعا حاجات دي كلها بتزيد ياريت القصة ما تطولش اولا عشان الخسائر في الارواح البشرية وثانيا العالم كان لسه بيحاول يطلع من ازمة كورونا في صناعة السيارات وفي كل الصناعات وصناعة السيارات واحدة من الصناعات اللي اتقصرت جدا يتدركها فيطلع علينا القصة دي كم سنة كده بيعدوا على كوكب غراب او يا جماعة الصراحة ولكن للأسف في رأيي المتواضع جدا لا اتقصر ان اطمع بوتين بس ان هو يضم اوكرانيا الى الاتحاد السوفيتي لان هو ما طمحه كلها واضح اعادة الاتحاد السوفيتي ما استبعتش ممكن عادي مولدوفا واستونيا برضو يحاول يرجعهم تاني لان دول اصغر بكتير كمان من اوكرانيا فالحكاية واضح انها ملغبطة قوي قوي وزي ما تقولوا كده انا برضو شايف انه الصين ممكن تبقى قاعدة مستنية تشوف رد فعلا العالم ايه لو لقيته مش جامد وغالبا مش هيبقى جامد لان الدول دي مش مهمة اي بالنسبة لامريكا بصفة خاصة فممكن تقول لك ايه ما تايوان مالها برضو هما مستنين على تايوان بقالهم فترة فيعني واضح ان احنا يمكن نبقى داخلين على فترة لغبطة وان كان ياريت لا طبعا ياريت تخلص بسرعة جدا ويريت الحكاية تتلم عشان العالم ايه يقعد ونقدر يعني نرجع الى ما كنا عليه بالذات ان الكورونات زي ما انتم شايفين او تقريبا خلاص بتخلص من العالم فبس تأثيرها على عالم السيارات سيء جدا وعلى الصناعة طبعا اكيد كلها على بعض في كل حاجة وحنشوف تأثير عندنا برضو وبس كلمتين كنت عايز اقولهم كده واشوف انتم ايه رأيكم انا مش بقول لكم الكلام ده كالعادة عشان اي حد ياخد قرار مستعجل فيه او انا مش بستعجل ولا ببدعوا الى اي حاجة انا بس بشارككم رأيي في اللي بيحصل وطبعا فيه ناس دائما بتتكلم على القصة بتاعة الخط الجاز اللي هو الغاز الطبيعي اللي من روسيا الالمانيا وقصص ان الحرب دي اصلا مرتبطة بيه جدا ولكن قدينا بنشوف ايام غريبة بنعدي فيها ما صدقنا عدينا ازمة كورونا طيب عندي تعليق اخير انا بشوف ميمز كتير قوي على اوكرانيا ياريت الناس خفة الدم على اوكرانيا تقل شوية ليه لان فيه ارواح بتزهق يعني والناس تتوفى فمش وقته دي حرب يعني فيه حاجات خطر بجد بتاعصال والناس اللي قاعدة ايديها في المايا البردة او بتتفرج بتبقى عايزة تطلع ميمز عشان تتحك لا مش هيا خلاص كلمتين كده سرع يلا سلام وبكده تبقى وصلت الاخر الفيديو لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها اشتركوا في القناة